سد تبغط 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 ت فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست النكهات اليوم في عنا تحدي جديد ومتسابقتين جدا رح نتعرف على المتسابقة الأولى زينة من خلال هذا التقرير أنا زينة الإمام خرجت محاسبة متزوجة أم لأربع أبناء ولدين وبنتين قصتي مع الطبيخ بلشت زي كل الستات وزي كل الصبايا من أول ما تزوجت ما كنت أعرف شي بالطبيخ أول طبختها لزوجي عملت في منية كفتة وحرقتها ما قال أي شي أكلها وكتير مبسط عليها ورفع من معنوياتي هذا الشي خلاني أني أصير أتعلم أكتر وأدور أكتر وأعرف خطأي كيف حرقت الطبخة طبعا هي كانت أول طبخة وآخر طبخة إنها الحرقت بعيع طبعا اللي داعمني بالبداية زوجي أبنائي والدي وأهلي وخدوا الأكتر شي يعني بدعموني ودائما بيحكولي إنه طبيخك زاكي ونفسك حلو على الأكل صراحة ست النكهات أنا كنت أشوف دعايته كتير على رؤية بس فعليا كانوا بناتي التنتين هم اللي دائما يتابعوه وحتى بنتي الصغيرة كانت دائما كان يجي هو من العشرة للعشرة ونص كانت دائما ما ترضى تنام إلا لا تحضر فقرة ست النكهات في يوم من الأيام اتفاجأت إنه بنتي كانت هي مرشحتني عن طريق النت في المسابقة اتفاجأت بتليفون من كنور إنه بولولي إنه أنت مرشحة لمسابقة ست النكهات فلما سألت طلعت بنتي هي اللي مرشحتني أول مرة رحت قابلت اللجنة كان انتباعي كتير حلو لجنة رائعة إن شاء الله كتير متعاونين حسيتهم يعني لما طلعت من عندهم طلعت كتير مبسوطة ومعنويات كتير عالية كيفك زينا؟ أهلا جاهزة للطبخ معنا؟ إن شاء الله خلينا نتعرف على المتسابقة منار من خلال هذا التقرير منار نعيم متزوجة عمري 27 سنة عمري مع الطبخ سنتين من عمر زواجي طبعا قبل الزواج ما كنت أعرف أطبخي هائيا بس حطيت عندي يعني لنفسي هدف إنه لازم أتعلم طبخ أنا من الناس اللي كنت يعني أطبخ الطبخة كانت تزوط معي من أول مرة فكنت أنبسة كثير وصار في عندي دافع إنه أتعلم طبخات يعني أشياء من المطبخ العربي أشياء غربية أشياء بيحبها زوجي برنامج سترنكهات أنا عرفته عن طريق الفيسبوك عن طريق صفحة كنور إرابيا طبعا رشحني زوجي لأنه شافي عندي دافع وحب الطبخ وأنا من الناس اللي بحياتي الحمد لله اللي حطيت هدف بحياتي ممكن أوصل له يمكن ما توفقت بوجود فرصة عمل لإلي أن أشتغل فيها وأطلع الشغلات اللي بذاتي فالأمور هاي حولتها للعمل الإنساني والعمل التطوعي أسست مبادرة شبابية في منطقتي بالأغوار اسمها مبادرة مزرعتي تختص بالمنتجات الزراعية طبعا المنتجات الزراعية الخالية من الأسمدة والمواد الكيموية اللي ممكن تستخدمها ستة البيت بمطبخها وبالطبخ فهاي الشغلات حبيت يعني أنها نقولها للمطبخ حاب أمل مطبخ تواصي ندعم فيه سيدات سيدات الموجودين بالمنطقة نوفر لهم فرص عمل بمراحل تجرب الأداء كان أول انطباع عن الشفات شف ديما متعودين عليها من خلال التلفزيون بنشوفها دايما فحسيتها هيك قريبا للقلب طوالي أما الناس اللي كنت خايفة شوي منهم شف تيمور وشف علي أهلا وسهلا كيفك مناير؟ تمام الحمد لله جاهزين يا صبايا للتحدي إن شاء الله طيب اليوم احنا اخترنا لكم المطبخ الفلسطيني وبنا نعمل أكلة المسخم فهلا الشف سريحاتوكم شوية هيك تبسوا أفكار قبل ما تبلشوا عشان ما تلتخموا كيف حالكم؟ الحمد لله زي ما حكت الشيف ديما مطبخ فلسطيني فهذا يعني قويش بتفكروا فيه أساسيات تفكروا الأساسيات بعدين تروحوا بتأخذوا كل أغراضكم بتعرضوا كل واحدة إجابت معاها من كنورشوب كتير سهل موضوع معكم 45 دقيقة بس تعطيكم إشارة الشيف ديما ببلشوب الطبخ والشيف علي هلأ بتحكي لكم إيش هازم بتأخذوا معاكم من كنورشوب يعطيكم العافية الله يعافيك كيف الهمة؟ عالية هزة عالية هزة إن شاء الله كل التوفيق طبعا بحب أذكركم أنه معاكم دقيقة تروحوا على كنورشوب ورانا تختاروا المواد الكوياها وركزوا على أساسيات بليز لو سمحتوا وكل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله إنكم تستخدموا مرقة الدجاج الفورية كنور يلا تفضلي أسرع من هيك صبايا أسرع من هيك صبايا خمسين ثانية صبايا طبعا منحب نذكركم إنه في منتجات الألبان وفي عندنا دجاج بالثلاجة خمسة وتلاتين ثانية تلاتين ثانية عشرين في مكون أساسي أنا مش شايفي حدا حطه عشرة تمانية سبعة ستة طاولي على الطاول عندك خمسة ما تقلعك أربعة ست ستون هيا بإيدك 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 واحد انتهى الوقت زينة ورجينة إجيبتي معاك من كنور شوك طولش هيك بتخوفها نعم بخوفها هيا برجينة إجيبتي معاك أهم شيء بالعالم ممتاز زيت زتون بصل خبز نورد وصنوبر أريد بحرعة كنور كمون سماء ورق غار خير يا سلام دقيقة منار زيت منار زيت زتون زيت زتون أكيد خبز طابون أه ليه؟ أش عارب أش عارب لا 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 لازم ألاقيه مع أنه كان في خبز الشراك هناك ما أحد أختاره ليش؟ لا ممكن نعمل فيه مسخن رلات طبعا جبت هيل كمان وفلفل أسور تمام من الأشياء اللي نقصت علي الصنوبر واللوز زميلتي كانت ماخت مسخن بالخبز الطابون أنا كنت حابة أخذ مسخن بالخبز الشراك الرلات جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين بتقدروا هلا تزيحوا الإسلال على جناب حتى ما يأسروا على أداءكم بالمطبخ أكيد ومعانا بالضبط لهذا التحدي 45 دقيقة بتقدروا إنكم متباشر دايما نحتفظ بالإبهارات والأعشاء ببعاد عن الفرن عكس ما هو متعرف عليه لأن هذا الأشي بيخليهم يرطبوا ويخربوا بسرعة موسيقى تبكت كتير لما قطعت الجاج ونظفته وسلقته حسنت عجائتي كتير صراحة إنه حسنت إنه الجاج بالضوقت للتنضيق مرارة نتعرف إنه هادا سويت تيلي إيه؟ سويت تيلي اسمه والله أه إنه حلو حلو أه كنت فكرته حار ما لتبهت آه أوكي كنت فكرته حار عشان بعدين نشبهت الحار يعني زيت باسكو قصدك الحار يعني صوص حار عشان الجاج يكون شوي هيك فيه نكا مع السمان ضرورة نستخدمها كلها الجاج أم لا؟ زي ما بدك نحن تردت أشخاص زي ما بدك وفي عنا هنال نعم جايبين لك إحنا قطاعة عشان تستامل عليها آه أوكي عشان إيدي بسكن بدي أخسلها كمان بديك يخسلها أم بديك يخسلها وقطعينها عشان ما تأزي حاليا نعم Peek loaves لا ما فيه ريونس زينا رسمت للجاجة لا بتأكسلها بس نقطعها أولا عشان هاي ما تزحلي قطي هاي تحتيها قطي زحلي ما عانكي قطعها زينا ممكن تحكينا شو تعملي اي عم بشي للجلدة اوكي عادت من تغسلي الجاج بس بالمي او بتحطي له اشي لا بحطي له طبعا بتحطي له بحطي له ملاحي بحطي له خلب بحطي لليمون بتحطي له وزيت سلطونة هلا لا اه اه صبايا معنا 39 دقيقة ولغاية الان الجاج منحط على النار بحطي لليمون موظلن حكي له منار بتللي كيكا اطيح لكيكا وسع عشان بتعرف الأمور تلضحوا قدامك ترايحي حالك كل شي فوق بعض بيعجيق الاشي ما بدك يا حطيه بتلاجح حطيه بعيد بسيط 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 ان شاء الله مصراشيش بالسكينة بس ليه ايش عمتعي منار بدي اسليقي الجازوس بالأول بدي اعمله مع بصل بديك ايش تعملي اول بالأول بدي اعمله مع بصل واحط عليه موية عشان اسليقه لانه ما لقيت طنجرة ازغطة من النصائح الاطنية والدتي بالما اجعل الحلقة انه استخدم كميات صغيرة عشان يعني ما في معنى وقت وعشان كمان انجز ببيه بسرعة ويستوي باقي خمسة وثلاثين داي اب صبايا اول شي طولت الجاجة اطعتها نظفتها وعلى طول حطيتها على النار اطعت البصل حطيت على زيت الزيتون وحطيت الملاح والفلفل والكمون وحطيت السماء شواي حتى انا اكسب جاج مستوي مضبوط بالأول قلبته بعدين سلكته بعدين شويته حتى يعني لانه الوقت المعنى كثير صغير وكسير فاستغلت يعني كل مهاراتي حتى انجز فيها ويستوي بشكل اسرع موسيقى قديشك تصدق الجاج منها يعني لانه الميسوخ نان بتدور بسا لانه قلبت مي موسيقى 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 هيا شايفت كله مي اه هو كله مي اه ولا شي حطيت طيب البصل شو اخباره هيا البصل اكيد بتعرفوا يعني بس انه البصل اه اه وين الفاين بصير استخدم الفاين اللي عندك يعني انا برأيي المتواضع ما رح تخلصوا الطبخ ان شاء الله تحكي لكم تنتين كم ضعي بقيت نص 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 انا طبيعتي بالبيت حتى لما بطبخ بطبخ بالنظر ما عندي اقشي بعير بالمعلقة او بالكاسة او باي شي تاني انا بحكي ندوء يا زينة لأنه ملح كثير ستحط صح؟ عندي الكولسترول والضغط مرفع اليوم بس انتي مرتين حطيت ملح مرتين بس هذا كله موجود بالطنجرة يعني حطيت الملح نزلت الماء و جاتت كمان مرة ملح حطيت أول مرة شوية وردي مالحة مهي ما أصل مالحة آه هي مالحة والسماك مالح كمالح هذا يحتاج لله وطي وطي النار على الزيت يا حبيبي وطي النار على الزيت الزيت لقد اصدرب كل جد امستمرون كثير دايماً 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 لما يزيد التغطيش معك هلأ لو في نار لو في نار كان ولا معك شو بتعمليه؟ بس تغطيها خطيهم 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 خطمهم؟ اوكي اوكي ا Massachusetts اول ترجمة نانسي قنقر والبنزة ترجمة نانسي قنقر امل goal لأيش الليمون؟ بدي أزين للآخر يعني وانما بشوف حالي فاضي أنجز لي أغلبة؟ بالسكينة بدي أعملها بالسكينة براس السكينة براس السكينة براس السكينة براس السكينة أو بشوكي هلأ ضوى يعني بارد الفرن كانت حرارة وواطية ما كنا معلينه للماكس معكم تول ساعة إذا كنت تعملوا بطاطا مهروسة بنكها مميزة حطوها بعد ما تنهرس بالطنجرة ضيفو لها شوية زبدة حليب شوية كريمة وأكيد بودرة كنار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية وس 우린 تعب mm والم değil ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تريد جاجة وتعبب إننا نشلتها وحطت على شوية من السماء والبصل وحطتها بالفرون وحطت على شوية زيتتون حطتها بالفرون لو أني مصغرت ولقيتها شون يسبي أسرات شكله حصيت استوى يعني عم بغس السفكينة مستوى طيب يلا عالفرون بعدين قلبت البصل لحده دبل واستوى رشيت عليه سماء مرة تانية طبق بالستوديو أنت محصورة بوقت معين محصورة بوقت معين لازم تنجزي فيه ويطلع أكلك يعني مستوي وكل الصفات والمعايير لازم تكون موجودة فيه لكن بالبيت بدي يكون معيك وقت أطوال بيتك أنت متعودة عليه بس صدقاً صدقاً اللي أكتر إشي ريحنا الشفات كانوا مريحين بحب أتذكركم وضل معاكم 18 دقيقة سمعيني سبايا مع بصني غير هاي الفرن أنوى حد أحطه حطه هنا استعملتي عادي حطي تحتها ماركة أهو أحطي تحت عليا زيت محصورة لا 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 صنيت متحت لا توقع ما أتوقع أه، فكرت على.. لماذا تقع على.. التنجرة خلاص خلصت من هنا أحطها حطيها الأبضاء عليها المرأة اللي فيها ما بدك إياها حطيتها على البصل شوية حطيتها على البصل شوية حطيتها على البصل داي معكم 13 دقيقة كأنه شوية بدوه هيك كمان ولا أنت هيك تحبي يلونه لا أنا ما بحبه كتير متحمل بحبه يكون على الشقار بعدين اللوز والسنوبر شوية بضل من حم الزيت برجع بيحق يعني منار نعم بغمق مع حم الزيت شوية برجع بغمق هذا في حال ضلو بالصحن بس لما يكون على الناب كان ما بيعطيكي هذا الحم يعني لو حطتي مع زيته بضلو بالزيت فيها زيت حطوا الفم تبع كعادي بصراحة هم يعني أنا ما كنتش بدي أتعدى على حقوقها بصراحة أبدا بس الشفات حكولي أنت أنجستي والفرن تبك لسه مش حامي مش حامي يعني استخدم الفرن تبع زميلتك وممكن هي تستغله بس أنا عملت في الجاج والخبز عملته بالفرن تبعي طيب ضعوا معكم 14 دقيقة تحكيلك إشي كتير مهم استعملي خشب بدل الحديد ما في ما أنا دورت ما في خشب هذا إيش هالك؟ هاي إيش هالك؟ هاي استعملتها للبصل هاي استعملتها للت أخسليها طيب هاي المخسلية نشطف شوي مدل لأن المادل فيها كتير سامة شو اسمها شعر على المادل؟ بدي أجيبها هي مفروض هم بيحكوا إنها تفلون بس أنا بحكي لا مون تفلون مش تفلون هي مش تفلون موسيقى 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 كنت أصفيها وأحطها يعني إذا أحطي حدا بيحب عشان تكون طريقة بس بدي أدور مصفايا وراكي 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 تحت 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 بل كنت أصبح رائми موسيقى شوء القمان شعر المحضبة موسيقى 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 كثير ناشف. ممكن نحط براد ما هو. ممتاز الشرب. شربة. ابتكار. مش حكي تنا ابتكروا. نبتكر. هو الصراحة دايما مرقة الجاج بنعمل عليها شربة. شربت فريكا عادة نبعملوها. شربت فريكا عادة نبعملوها. شربت فريكا عادة نبعملوها. بس ما في وقت. انا بعرف قرب جنب المسخن دائما في. شربت فريكا. وصلت فلاحي بس الوقت. خاصة مكعبة الثلج محاها. ممكن. شربت فريكا. حلوة فكرتك. انك بدك تقدمي. يعني أنا بالنسبة لي. اخلت هاي الشربة. وهلا بنجيب لك احنا. بس بقت. ممكن. على الغاز. على الغاز. على الغاز. على الغاز حطي عادي. على الغاز. تمام تمام تمام. مستوي. طريق. مستوي. مستوي. صحيح. مستوي. لا. مستوي. دمعي. مستوي. 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 AMA. المستوي. مستوي. anya تحرد الباية نستخدم الأصغيرة نستخدم الأصغار حركيها من كل الشقات أول إذا شرتي حالك هذا أربيها أنا لا أعرف شو أعمل بالشمال شكرا شكرا بالضبط أنا كنت أبرحها هيك أنا كنت أعملها هيك كلكم أعرفين كيف تفعل بقي معانا ثلاث داية ونص موسيقى أعزك سؤال؟ أتفضل يبقى دونس هنالفرمتين ورحت فيه أجد أن تضعه أليس أغطلته أستخدمه آآ أوك لأن أصلاً لا أستخدمه هاي حطت هاي حطت دقيقتين عشرين ثانية بس هس أغطلت لكم إياها ولا خليها عشان بريزنتيشن شوف المناسب زينة شو صار معاكي؟ حمرت الخبز شوي يلا تمام لا 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 الزصانية الزصانية زينة بس بكيزة الزصانية حطي تحتيها إشي حبيبتي ياموت الإين أنشي項 إليهhem مانتي هيك اش عاملت ليإيمي؟ محطيطها على الخفشب لا أشي عاملإنتي هلأ بخبز بحمرت شوي بالفرع هعمرتي أول واحدة طبعاً بس أه أه اللي تحت لأ أخي إذا محمرة إلي من المنالة بحكيلي سخن باقي اللي نسوق إليهم هلأ سخن صار الخبعز هو والبصل ست برد مصير ماشي لا والله يعني ما شاء الله بوقت قياسي طلع معهم مسخن بالآخر الحمد لله طب ليش عصرت عليه ليمون زين مناب أنا بحب عشان الزنخة عزن؟ الزنخة المفروض يكون فيه زنخة بعضنا ش راح يكون فيه ممكن بس عشان أنا ما أحط حالي تحت أي انتقاد أحب أن أضع لا 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 أنا أقول لك ما سيحدث حسنا أنت تضع الصحين آه حسنا عندك البيوت في البيت يأتي الصحين وإذا لديك إجياج حسنا أحكي لك هذه الزنخة وأقول لي لي لا هي عندك المنقصر عليها 40 ثانية يلا أنا جاهز أنت جاهزة 36 ثانية زينة يمية 6 ستات 36 ثانية 30 ثانية يم 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 جعجعتك وين يا زنزون؟ بالفرن والله يلا زينة خلصوا خلصوا 25 ثانية 25 ثانية 25 ثانية إذا لديك إحنا من قوم تجيبهم يعني 20 ثانية 9 ثانية 5 ثانية أنا اكملت 5 4 2 1 واحد يغطي كرعا بس خلاص خلصنا يلا صبايا خلينا ندوء المسخناتكم قبل نشحن بالأول هنكمله أوكي مناور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر not less thanל يحطيكم العافية الخلصت معكم الطبخة بدبلاب معاكي بعدين تعطينا نسحنتا에 ونعطيكم ايش رأينا قول الطبخة طبخ Nej أتفضل أخوان تشف شوف نعم الإسلام عديكي تعطي أصب أم تعطي لي أصبع 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 تفضل الشيف دائما يلا وصلوا لك يسلموا تفضل الشيف تايزين يسلموا إديك شكرا سوف أبدأ بلش بالصحن هذا عشان هو الغربية ما هذا؟ شكرا لبن سلم إديك مناير ما شاء الله عنها لذيذة أم مورا بتمنى لها كل التوفي كتير مبساطة إني اتعرفت عليها دوء الثاني زميلتي ما شاء الله عليها زميلتي كان متقارب عندنا أغلاط أنا عندي أغلاط وهي عندها أغلاط يعطيك العافية الله عافيك ثلاث نقاط سريعة جدا أول شيء البصل عندك قليل البصل عندك كتير أطعت الجاج صغيرة أطعت الجاج كبيرة مرأة اللحمة أو مرأة الجاج أنت سبكت فيها أو دهنت فيها الخبز صارت الخبز الطرية أنت مستعملتها بالمرة يعني حطيتها على الجنة على البصل يعني الخبز يناش فيه يعني الخبز يطلع يناش فيه وحطيتها بالفرن ونشفت بزيادة أتمنى كنت أن تكون أطعت الجاج ونكون أصغر شوي عشان يجب أن يتحكم فيها بعدين كمان بلعب دور كبير من نسب الأيل يعني خبز كبيرة وطحت الجاج صغيرة يعطيك العافية أبدعتوا صراحة طيب هلأ فيه كم من نقطة هيك كتير حبي أحكي فيهم أولا يعني المسخن معروف ما فيه يعني هذا الفن كفن يعني هو بس خبز زاكي وزيت زيتون وسماء وجاج أوكي؟ فليش كل ناس بطلع معهم طعم يعني المسخن بيختلف عن الناس الثانين طريقة الطبخ دائما نسمع أنا بعمل المسخن هيك أنا بعمل المسخن هيك كل الست بتعملوا بطريقتها المعين يعني يعني نتعود عليها من أهم الأشياء حتى المسخن الطعزاكي أهم الأشياء أولا البصل على نار هادية وهو بس بياخد 35 إلى 40 دقيقة يعني بخلص بهذا الوقت تعنيا إنه السماء بعد ما تحطوا كمية من السماء بالأول لما تخلصوا ترجعوا ترشوا حطيتوا هذا كان كتير ممتاز هلا أنا دائما بحب إنه نفس الرغيف ينغط بنفس زيت البصل يعني فهمت شو قصدي؟ مش بس إنك تدهني إنتي بالزيت في الفرشاي تغطيه بنفس التنجرة اللي فيها الزيت والبصل هيك بتضمني إنه كله تشرب مظبوط مرأة الجعج تنضاف بس مش كمية كبيرة يعني بتقدر تحطي بس ربع كباية أو نص كباية من مرأة الجعج على الزيت لأنه طبعا المي هي بتشتش الخبزة بتخليها تصير كتير طريقة إجمالا طعم عندكم متقارب شوي متحيرة لأنه طبعا الجعج نفس الطريقة السوى حتى أنتم تنتهى ما في حدا مستوى أكثر من الثاني يعني نص سوى فيعطيكم العافية شوف الشاف شو بدي يحكي طبعا أنا سأكون كتير سريع أعطيكم العافية أنا رح أواجهكم عن إيش عملت وخلال الفترة أنتم تطبخ فيها أنا رسمت رسمية هيا رسمي فيها كل الستيبس من أول الطبخة إلى آخرها أنتم شوي خلطوا يعني أنت برش تطبخ بالجعج بالمقلاي ثم قررت تسلقيها ثم تعطيها بالفرن خلص أسلقي فرن ثم تعطي لون أنا عادة أحب أعطيها على المقلاي وتأخذ معي لون كثير مهم الخطوات تكون مرتبة عليكم إذا لم تكن خطوات مرتبة عليكم سأضعها معكم من الطبخة مثلا عندك أنت لا تريد زنخة أنت لا تريد زنخة ثم تسلق الجاج عادي نضع الجاج بالماء نضع الأغار واللمون ونضع الزفرة ونشيلها لكن خلال هذه الطبخة بقدم اختصرنا خطوة اللي هو السلق فأنت هون سلقت نفس سلقة نصف الماء نحضر الفرن ونضع الجاج بعدين اللون عندكم أنتو التنتين ليس لون المزخن يعني ما في سماء سماء البصل كما قالت الشيف ما رميشة ما طبخت معك أنت داوت معك كميات دجاج أنا عندي دجاج مصدر هي عندها مصدر مصدر يعني أنا المطعم بعمل مشكلة وإنت عندك أنا أنا عمليني رشوة هنا الشورة دائما عندما تسبقيها تسبقيها بالضبط على طول تسبقيها تضطيها هذه مهمة موجودة جاهزة بالطنجرة حكنا لك معك دقيقة تستمي بتحكي أوكي برتب الأشياء الصعب تك 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 نحن الطائم عندك أقوم من الطائم عندها الصلاحة أنا حسب بالنكهة الجاج عندك والبصر وبسكزك فيها ما عندك أنت حطيت الخبز بس ما صبرت عليه وثاني إشياء ومملكت خمسة خبز إذا تضطي كل شيء في بعض لا أنا حمصة لكي يكون سخم أضطي كل خبز لكي تضطي ثلاثة في بعض نحن الآن نحن الآن نحن الآن نحن نعرف من البداية بالعكس أنا فخورة جداً لأنكم طلعتوا مسخة بخمسة وأربعين دقيقة هذا تقريباً مستحيل بعدين أهم خطة بالعالم أي شيء محشونين فيه بالوقت دائماً كل مكان كانت كمية أصغر كل مكانت كمية تطبخ أسرع كل مكانت كمية الأكل أكبر كل مكانت كمية أخير لكن أعطيكم العافية بالأخذ طبخة زاكية وأنا شخصياً فخور فيكم 3.5 دقيقة بالقرار عن الشف ديما عندي تعقيم طبعاً نحن فيه خطوة بالأول لما هيك نحمس الجاد الشؤ مع البصل عشان كمان يتنكه طبعاً لما يكون فيه بهار وبعدين منسلقه يعني باطل كمان نكهة أكثر وممكن كمان يساعد بالطبخ نحن بالأول مع زيت بعدين مع ماي وبعدين بالفرن يعني عشان يدائي يعني الوقت يكون أكثر حبينا إنه يكون كان معكم وقت لو أنتم قسمتوا كل إشي الحال كان طلعت معكم طبخ مينة بعدين أنا بعرف إشي كتير مهم اللي مسخن بده كميات هائل من زيت الزيتون حطيت أنا كتير استخدمت زيت سدي يعني هيا لا لا هيا الأنينة كانت مليانة كلهم أنا عم بحكي لما تطبخي أنت البصل بزيت الزيتون بيكون الزيت زيتون كمياته كبيرة يعني تكوني حاطة تقريباً كوباية لكوباية ونصف في الطنجرة على كل حال شاف عندك نتيجة أنت؟ أنا عندي نتيجة أنا متحيرة شوي بس يعني باش أنا عندي نتيجة أوكي أنا رح أحكي أول أنا رح أروح مع منار شيف علي رح أروح مع منار أنا لو شو ما حكيت ما نوعرف فائد لي أكيد زعلت لأنه كنت حابة أني أكمل معكم بس طبعاً هذا الشي يعني ما عمل لي أي دافع سلبي بالعكس يعني أعطاني دافع إيجابي أكتر تعطيك العاطية زينا ما لش يعني يعني أنت طبعاً بدأتي بس نعم نحكي أنه في شوية طعم أسفت بس إنتوا تنتين إنتوا تنتين رائعين يعني انبسطت كان في عندي شعور داخلي أني رح أنجح ما بعرف ليش كان في إش داخلي حكالي أنت ممكن تنجحي مع أنه أنا وزميلتي ما شاء الله إليها زميلتي يعطيكوا العافية يسلمهم أيوا برافو عليكم بي رائعة أعجب وقوة اللي عنده إليها هو بالآخر اللي بتطلق معنا وبطلب أحمد لله شكراً شكراً اشتركوا في القناة